وفي العاصمة عدن أقارت الحكومة اليمنية تشكيل غرفة عمليات لمراقبة تأسير أداء وانتظام عملية صرف توزيع المشتقات النفطية المقدمة من المملكة لمحطات الوقود في المحافظات المحررة ونقش مجلس الوزراء الخطوات العملية الكيفية التي سيتم من خلالها استلام الوقود من خلال تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة على آلية استلام وقود الكهرباء وضمان شفافية الكاملة في عملية التوزيع لمحطات توليد الكهرباء اشتركوا في القناة